حدثنا زكريا بن عدي حدثنا عبيد الله بن عمر ويعني الرقية عن زيدي بن أبي أنيسة حدثنا جبالة بن سوحيمين عن أبي المثنى العبدي قال سمعت السدوسية يعني ابن الخصاصية قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه قال فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله هو أن محمدا عبده ورسوله وأن أقيم الصلاة وأن أؤدي الزكاة وأن أحج حجة الإسلام وأن أصوم شهر رمضان وأن أجاهد في سبيل الله فقلت يا رسول الله أما إثنتان فوالله ما أتيقهما الجهاد والصدقة فإنهم زعموا أنه من ول الدبر فقد باء بغضب من الله فأخاف إن حضرته حضرت تلك جشعة نفسي وكرهت الموت والصدقة فوالله ما لي إلا غنيمة وعشر ذود هن رسل أهلي وحمولتهم قال فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حرك يده ثم قال فلا جهاد ولا صدقة فلم تدخل الجنة إذن قال قلت يا رسول الله أنا أبايعك قال فبايعت عليهن كلهن حسنا وكيع حدثني الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير عن بشير بن ناهيك عن بشير بن الخصاصية بشير رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي في نعالين بين القبور فقال يا صاحب السبتيتين ألقيهما حسنا أبو الوليد وعفان قال ثنا عبيد الله بن إدي بن لقيط سمعت إدى بن لقيط يقول سمعت ليلة امرأة بشير تقول إن بشيرا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصوم يوم الجمعة ولا أكلم ذلك اليوم أحدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم الجمعة إلا في أيامين هو أحد هاؤي في شهر وأما أن لا تكلم أحدا فلعمري لأن تكلم بمعروف وطنها عن منكر خير من أن تسكت حسنا أبو الوليد وعفان قال ثنا عبيد الله بن إد حد ثنا إد يعني ابن لقيط عن ليلة امرأة بشير قالت أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعني بشير وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال يفعل ذلك النصارى وقال عفان يفعل ذلك النصارى ولكن صوموا كما أمركم الله عز وجل وأتموا الصيام إلى الليل فإذا كان الليل فأفطروا حتى نيحي بن أبي بكير حدثنا عبيد الله بن إدي بن لقيط الشيباني عن أبيه عن ليلة امرأة بشير ابن الخصاصية عن بشير قال وكان قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمه زحم فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا